اذرف حاجة لما يكون في واحد بشتغل معك وفي دماغه ان زكاؤه زري وانت عارف وفاهم كل اللي هو بعمل وصيبه انا معايا واحد بشتغل معايا اسمه محمدي محمدي ده شخص زاكي جدا حقيقة ولكن لا يعلم ان انا بحب اتفرج على زكاؤه لان زكاؤه عجبني في ايه انه مزيج اسمع بقى اللي بقوله لك ده مزيج ما بين زكاء الفلاح الرفي الحاصل على مؤهل عالي يعني لما ببقى فيه واحد حاصل على مؤهل عالي وفلاح وعامل مزج ما بين ما اكتسبه من مجتمعه الريفي لان المجتمع الريفي بيعمل ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية فهو تنشئته الاجتماعية خرجة من هذا المجتمع فهو بياخد العملية ويستغل لهذا الزكاء فمسلا لما يكون عايزك ما تفهمش حاجة احكي لك موضوع او انت ما تفهموش يقوم يتكلم بسرعة مسلا عايز تفهم الموضوع يقوم يتكلم بالراحة فهو هنا فاهم درجة سرعة الكلام وانعكاسها على المستقبل انه ممكن ياخد باله منها او ما ياخدش باله منها وبعد كده اقول لك ما انا حكيت لك يا بيه ما انا حكيت لك يا دوك مثلا يعني الحقيقة انا بقول هذا الكلام ليه علشان في نفسي لان طبعا في مليون محمدي عندنا في الريف وفي الصعيد عندنا مش مليون عندنا اكتر من عشرة مليون محمدي من الشباب اصنوا شاب يعني عندهم هذا الامر ليه ما نستغلوش بدل ما نستغلوه في شخصية الفهلاوي وانعكسه في شخصية الفهلاوي لماذا لا نستغلوه في شخصية الرجل الذي يبني نبني بلد لما هنبني بلد احنا بنبني نفسنا